وتنضم إلينا من موسكو دكتورة ثورية الفرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو دكتورة ثورية كيف تقيم موسكو هذه الخطوة إمداد كييف بقنابل عنقودية؟ أسعدت مساء أستاذ سينار والمشاهدين الأحباء طبعا بالنسبة إلى مسألة ما قد اخترحته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تزويد كييف بالقنابل العنقودية لا شك بأنه يشكل هو نوع من التصعيد في المجال العسكري من قبل واشنطن اتجاه موسكو وإثبات بأن واشنطن ستكون داعم الأول بالنسبة إلى المواجهة ما بين كل من الان روسيا ودول الناتو وبين واشنطن هذا يعني أعطى إشارة واضحة طبعا موسكو لم تتفاجأ بهذا التصريح هي تعلم بأن الأسلحة سيتم تطوير نوع الأسلحة التي ستقدم إلى كييف بالتأكيد هي تقرأ هذا الشيء عندما بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا بدأت بأسلحة بسيطة دفاعية تطورت الأمور إلى صواريخ ثم إلى هيمارس ثم إلى دبابات الليباردو ثم إلى تشالينجر وقبلها القنبلة القادرة أيضا لا تقترح تقديمها أيضا بريطانيا واليوم الآن نتحدث نحن عن القنابل العنقودية إذن لا شيء جديد بالنسبة إلى موسكو لكن موسكو تعتبر بأن هذا نوع من التصعيد والسيطيل بالتأكيد أمد الحرب دكتورة سوريا بالتأكيد هو نوع من التصعيد هذا أمر بديهي ولكن هل هذا التصعيد من قبل الولايات المتحدة يعكس يأسا من أن تحسم المعركة وبالتالي المزيد من الإمدادات حتى بهذا النوع من الأسلحة التي تصار حوله الكثير من علامات الاستفهام هل هو محرم دوليا مثلا طبعا نعلم بأن هذه الأسلحة هي محرمة دولية يعني ما يقرب من 132 دولة هي تحرم استخدام هذه الأسلحة حتى يعني ثلثي أعضاء حلف الناتو يحرمون استخدام هذه الأسلحة طبعا هي موسكو تعلن بأن كما ذكرت لك في البداية أستاذ سينار هو أن سيكون تطور في مجال إمداد أنواع أو نوعية الأسلحة التي ستعطى إلى كييف يعني لهذا كانت دائما موسكو تحذر واستمعنا ربما هذا لأكثر من مرة على لسان نائب رئيس مجلس الأمن القومي دمتري ميدفيدف عندما قال لا تصل إلى مواجهة نووية وبالتالي إذا موسكو تقرأ بحذر وتقرأ بذكاء شديد إلى أين ستصل المساعدات العسكرية سيما في ظل فشل ما يسمى بالهجوم المضاد الأوكراني يعني نحن نسمع منذ أشهر عن الهجوم المضاد الأوكراني وستحضر أوكرانيا وسيكون هناك هجوم قوي وخصوصا بعد خروج فاغنر الجميع استبشر بأن ستكون هناك تحقيق انتصارات ولكن ما حدث العاكس هو أن العاكس يعني الآن أوكرانيا تواجه انكسارات هي الآن تفقد ما يقارب أكثر من 20% من أراضيها إلى الآن لم تحقق تقدم أي تقدم ملموس وهذا طبعا ليست تقارير روسية هي تقارير استخبارات غربية بأن الهجوم المضاد الأوكراني هو فاشل لهذا نرى بأن حتى زرينيسكي نفسه وعترف أو أقر بأن القوات الأوكرانية هي ليست جاهزة لهذا هو دائما يتعذر بأن نحتاج إلى أسلحة أمدونا بالأسلحة ونحن سنحرز النظر هذا الكلام امتد على مدار عام كامل وهو يقول بأنه يحتاج إلى الأسلحة ليحقق النصر يعني ماذا يريد أكثر من صواريخ هي مارس ليوباردو تشالينجر الآن يريد طائرات F-16 والتي ربما أيضا ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعد فترة بتسليمها والتي وعدت بتسليمها إذن الأمور تتطور نحو الأسوأ تتطور نحو الأخطر وهذا يعود طبعا إلى نية واشنطن بأنها كلما لمست بأن الجانب الأوكراني لم يحقق نصرا على الميدان وبالتالي عليها أن تمد هذا الجانب بأسلحة الآن بالتأكيد يعني بعد العنقودية لا ندري ماذا أيضا ممكن أن تقوم واشنطن بتزويد كيف ورأينا تصريحات ستولتنبرغ عندما قال هذا الشأن يعتمد على الدول إذن الحلف ضمنيا يعني أنه موافق أنه عندما تقوم واشنطن بتسليم هذه الأسلحة إذن هو موافق هو يعني وعتبر بأن هذا الأمر هو أحادي تتحمل مسؤولته واشنطن ولكن الكارثة أينه يعني من سيحاذب واشنطن يعني إن كانت واشنطن هي مجلس الأمن إن كانت واشنطن هي هيئة المتعدة ولكن هناك الفيتو الفيتو الروسي دكتورة سوريا يعني لماذا لا تحتاج روسيا حتى من خلال مجلس الأمن بالفيتو يجب أن يتم عقد مجلس الأمن وأن تتم موافقة على عقد مجلس الأمن ونعلم بأن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن هي دول طرف في هذه المعركة بريطانيا فرنسا هي طرف في هذه المعركة وبالتالي لن يتم هناك أو لن يتم إعطاء فرصة للجانب الروسي حتى للشكوة في مجلس الأمن الدولي ورأينا بأن روسيا رفعت الحديد من التقارير والفيديوهات المصورة بخصوص ما يحدث في أوكرانيا ولكن للأسف لم يتم الاطلاع عليها ولم يتم التجاوب معها وأكثر من مرة كانت تطالب روسيا بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن ولكن لم تتم الموافقة عليه لأن الأحضاء الدائمة العضوية لم يوافقوا على عقد هذا الاجتماع وبالتالي روسيا الآن هي تجهز نفسها بالتأكيد للأسوأ رأينا منذ مدة زيارة قام بها وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو عندما زار العديد حقيقة من المنشآت العسكرية تقوم بتصنيع الأسلحة هناك أمر من فلاديمير بوتين بإنتاج أسلحة التصريحات الأخيرة قالت بأن وزارة الدفاع الروسية الآن ستخرج أسلحة لم تشارك في المعركة وبالتالي ربما هو رسالة من الداخل الروسي بأن إن كانت واشنطن تستعد للأسوأ أيضا روسيا ستقوم بتجهيز نفسها بأسلحة لم يتطلع بعد عليها للجانب الغربي ولا الأمريكي دكتورة سوري منذ بداية هذه المعركة كان الحديث حول هل تنخرط الولايات المتحدة بشكل مباشر في هذه الحرب وكانت الإجابة دائما تأتي بلا وحتى من هذا المنطلق كانت تتحفظ على عضوية تضطر إلى الدفاع عنها ماذا بعد هذا القرار بإمدادها بقنابل عنقودية هل ما زال نفس الإصرار بأن واشنطن لا تنخرط في هذا الصراع يعني أستاذ سينار يعني لا شك بأن العاقل يدرك بأن واشنطن هي منخرطة في هذا الصراع هي منخرطة بجميع الأشكال يعني إن كانت تقدم معلومات زوجستية استخبارية استخباراتية تقوم بتدريب عسكريين حتى يوجد على الأرض الأوكرانية هناك خبراء من أمريكا يقومون أيضا مساعدة الجنود الأوكران إن كانت هي أيضا تقوم بتقديم أحدث الأسلحة يعني ماذا بقي أن يأتي الجندي الأمريكي ويقوم هو بإطلاق السلاح علما بأن بعض التقارير قالت بأن أوروبا وأمريكا جندت عدد من المرتزقة ولكن من ضمن هؤلاء المرتزقة يوجد ضباط نظامي من الجيش الأمريكي إذن ماذا بقي لتكون أمريكا منخرطة فعلا في هذه المعركة يعني إن كانت تشارك بكل الوسائل ماذا بقي يعني يعني أن ترسل جنودا بشكل رسمي هي منخرطة شئنا أم أبين هي منخرطة في هذه المعركة ولكن هي ماذا هي لا تريد أن تقول بأنها منخرطة هي لأن هي بذريعة لماذا تقوم بتقديم الأسلحة بذريعة أن تحق إحقاق السلام والعدل في الوقت الذي تقوم ويخرج علينا بايدن ويقول يا حق لإسرائيل حماية أمنها أو حتى ما سمعنا في التصريحات الأخيرة من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عندما قال كما أمننا هذه التصريحات ماكرون عندما طالب بضمانات قبل بنسبة إلى روسيا قال كما أمننا نحن كما ضمننا أمن إسرائيل أيضا لماذا نقدم ضمانات كانت بنسبة إلى الجانب الروسي وبالجانب الأوكراني وبالتالي هذا اعتراف للأخلاق والإنسانية والعدالة التي تريد أمريكا أن تحقها في أوكرانيا وبالتالي الجميع يعلم بأن أمريكا هي منخرطة في هذه الحرب ونرى بأن حلف الناتو الآن بمسألة انضمام مسألة طلب زلنسكي بأن ينضم الناتو ونعلم جميعا لماذا يريد زلنسكي زلنسكي هو يعلم بأنه خاسر هذه الحرب وهو التورط يريد أن ينقل الكرة من ملعب الأوكراني للملعب حلف الناتو يريد أن تبقى هذه المعركة مواجهة مباشرة ما بين الناتو وبين روسيا ويخرج منها هو لأنه تورط في هذه الحرب تورط في حرب يبدو بأنه لا نهاية لها إلى الآن لم يحقق شيء هو على الأكس يكسر الدول الأوروبية تقدم إمدادات تقدم مساعدات ولكن إلى الآن النتائج على الأرض على الميدان زيرو لا شيء وبالتالي لهذا دائما نسمع ما يسمى بسياسة الألباب المفتوح وهي طبعا سياسة نوع من المراوغة تستخدمه أمريكا وتستخدمه بعض الدول الغربية التي لا ترغب أساسا بانضمام أوكرانيا سيما وأن القانون داخل أو من أحد شروط انضمام أي دولة إلى الناتو بأن لا تكون في حالة حرب وأن تكون لها سيادة كاملة على جميع أراضيها أوكرانيا الآن 20% من أراضيها خارج السيطرة هي الآن في حالة حرب وبالتالي هم يخدعون طبعا بالتأكيد هذا الجانب الأمريكي يخدعون زلينسكو ويمنونه بأنه سينضم إلى الناتو منذ 15 عام وأوكرانيا تطالب الانضمام إلى الناتو هذا ليس بالجديد عندما كانت في حالة السلام لم يتم ضم أوكرانيا إلى الناتو الآن سيتم ضم ما هي الآن في حالة حرب مع روسيا لا ندري متى ستنتهي هذه الحرب وإلى ماذا ستأول إذن دكتورة ثورية الفرة أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو أشكرك على هذه الإجابة الوافية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك